والآن بعد أن تركنا خليط نيترات البوتاسيوم والسكر يتصلد ستبدو عندنا العبوة بهذا الشكل حيث نشاهد الخليط الصلب والذي يبدو بلوم نبنيه ونشاهد الشلمونة التي غرزناها في الخليط والتي سنستخدمها كفتيل وطريقة عملها هو بطحن القليل كما أوردنا قبل قليل من الكبريت المستخرج من عقب عباد الثقاب ثم نستخدم في حالتنا هذه غطاء قلم حذر عادي كقم ليمكننا إدخال الكبريت فيه وورقة بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قُنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة